موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الناس اللي موجودين في كايزن ارجن وفخور جدا يا جماعة ان انا موجود معاكم دلوقتي حالا وخليني اعرفكم بنفسي في البداية في البداية انا اسلام وصفي صيدالي اصلا متخرج من كلية صيدالة جامعة القاهرة وعايز اقولكم ان انا اشتغلت في مجال الصيدالة في شركات وصيداليات وبعدين فتحت صيدالية في القاهرة وبعدين بدأت فرصة الحقيقة النهاردة كانت من اروع الحاجات اللي غيرت لحياتي وخليني النهاردة يا جماعة اتكلم معاكم عن كل التفاصيل بتاعتها هتعرف النهاردة ازاي تعرف تشتغل في البزنس ده بالتفصيل هتعرف النهاردة كل الديتيلز ولكن خليني في البداية اسأل سؤال مهم جدا وبحبه جدا السؤال بيقول انت الان بتشاهدنا من فين من اي دولة انت موجود فيها الان ويلا جماعة نشوف على التشات من المغرب تركيا الجزائر العراق التونس فلسطين مصر لبنان سوريا فلسطين تونس الجزائر مصر السودان تركيا السعودية المغرب موروتانيا سلطنة عمان الامارات السعودية فرنسا ماروك ليبيا كندا فلسطين سويدن الجزائر مصر تونس الامارات الاردن مصر الجزائر امريكا تونس كندا وخليني اقولكم يا جماعة اني فخور جدا جدا بالناس اللي موجودة هنا في الكول طبعا العدد دلوقتي مكتمل واحنا عندنا فول هاوس يعني اي حد مش موجود في الميتنج دلوقتي وهيحاول ان هو يكون موجود في الميتنج وللأسف مش هيقدر ان هو يكون موجود في اجتماع النهاردة فخليني ابدأ كلامي معاكم يا جماعة عن الصناعة اللي احنا موجودين فيها والشركة والمنتجات وخليني اقولك انك محتاج تركز معايا جدا 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 افصل عن كل حاجة في العالم جنبك جهز ورقتك وقلمك وخليك مركز لان ربما الساعة اللي جاية تكون سبب رئيسي وجزري في تغيير حياتك بنسبة 180 درجة وخلينا يا جماعة ابدأ معاكم بالاستخدام بتاعتنا او البزنس بتاعنا هو عبارة عن ايه البزنس بتاعنا هو عبارة عن بزنس اسمه خلينا اجيب لكم قصة او اشرح لكم الموضوع باختصار لو جب بسيط النهاردة الشركة عملاقة زي شركة امازون وجيف بازوس يا جماعة اللي هو مصنف اغنى رجل في العالم لو جب بسيط النهاردة على جيف بازوس من 23 سنة او من 24 سنة جيف بازوس يا جماعة كان راجل موظف بيشتغل في شركة وقرر ان هو يعمل ويبسايت انلاين يبيع عليه كتب وبعد شوية الويبسايت دوت بقى ويبسايت او النهاردة اسمه امازون وبقى النهاردة يا جماعة من اغلى القيمة السوقية اللي موجودة في العالم الراجل دوت عمل ايه ببساطة الراجل دوت يا جماعة عمل فكرة عمل فكرة اسمها ايه اسمها product network product network يعني ايه يعني عمل شبكة من المنتجات ان النهاردة مثلا اسلام بيعمل محافظ ومحمد عايز يشتري المحفظة فاسلام بيعرض المحفظة على امازون ومحمد بيشتريها وامازون بتاخد البرسنتج بتاعتها وخليني يا جماعة اقولكم ده فكرة موجودة عندنا النهاردة بسببها صاحبها بقى اغمر رجل في العالم عندنا فكرة تانية يا جماعة في المقابل عملها حق اسمه مارك زوكربيرج اسمه application الفيسبوك اللي النهاردة بيستخدمه حوالي اربعة مليار بني ادم على وجه الكرة الارضية وخليني اقولك ان الفيسبوك ببساطة هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن people network شبكة من البني ادمين شبكة التواصل اجتماعي ال people network ذات يا جماعة بتكونكت الناس مع بعضها من كل حتة في العالم ايه علاقة ذا بالبزنس بتاعنا؟ خليني اقولك علاقته باختصار ان البزنس بتاعنا هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن people network بيبيعوا products الاثنين لما مزاجناهم ببعض طلع ال direct selling المجال النهاردة اللي بسببه في ناس كتيرة جدا بقوا مليونيز يا جماعة من الصناعة العظيمة ديت وخليني اقولك ان جوه الصناعة العظيمة ديت في شركات بتشتغل فيها وخليني اقولك ان احنا النهاردة بنفتخر ان انا بننتمل واحدة من افضل الشركات اللي موجودة في الصناعة ديت وهي شركة جناس وخليني ابدأ اعمل الشير بتاعي وخليني اقولك ايه هي شركة جناس وكلمك عن كل details شركة جناس وخليني يا جماعة اقولكم في البداية ان شركة جناس شركة امريكية اتأسست في اورلاندو في فلوريدا يوم تسعة شهر تسعة سنة الفين وتسعة وعايز اقولكم النهاردة تقريبا الشركة بقالها 12 سنة بتشتغل في المجال الرائع دو جناس من سنين يا جماعة من 3 سنين كان عندها 40 offices على مستوى العالم النهاردة عندها 88 مقار على مستوى العالم وفي الوطن العربي بس احنا تنتكلم في اكتر من 8 مقارات موجودين خليني اقولك ان من سنتين ونص برضو جناس ما كانتش موجودة في منطقة الميدل ايست والنهاردة جناس يا جماعة بقت من اكبر الشركات المتخصصة في المجال ده في منطقة الشرق الاوسط وخليني اقولك ان السيلز بتاعة شركة جناس بدأت من الفين وتسعة بتلاتين مليون دولار لحد اما وصلت يا جماعة الاكتر من 1.46 بليون دولار مبيعات يا جماعة على مستوى العالم كله خليني اقولك ان جناس برضو النهاردة عندها اكتر من 800 جايزة من منظمات البيع المباشر والمنظمات يا جماعة اللي بتدي جويز عن المنتجات بتاعتها وخليني اقولك ان دي المجالات اللي اتكلمت عن شركة جناس دي يا جماعة البرامج التلفزيونية اللي اتكلمت عن شركة جناس وبرامج مشهورة جدا اشهرهم برنامج من اكبر البرامج الاغبارية في العالم ولو احنا عندنا هنا هو تحد يعني مدخصص في الميديكال فيلد وعرف كويس جدا والبرامج الرائعة وبرضو لمعلوماتك خليني اقولك ان شركة جناس رائي رسمي لنادي جلاتا سراي النادي في تركيا نادي الاول في تركيا نادي دينامو كييف في اوكرانيا ونادي سول في كوريا الجنوبية وخليني اقولك ان جناس بتمتلك ستاد يا جماعة في البرازيل اسمه جناس ارينا موجود في ريودي جانيرو في البرازيل وخليني أقول لك دول مؤسسين شركة جناس يا جماعة ومؤسسين شركة جناس الناس اللي انت شايفهم قدامك في السلايدز دولة تراندي راي وويندي لويس وسكات لويس الناس دول يا جماعة مصنفين رقم 33 على مستوى أمريكا من حيث الدخل وخليني أقول لك أن الراجل اللي على الشمال والست اللي في النص دولة متجوزين وعايز أقول لك أن في سنة 2002 كانوا عاملين الوكالة ناسا وكانوا بيعين الوكالة ناسا ب250 مليون دولار يا جماعة وعايز أقول لكم أن النهاردة لحد النهاردة ناسا للاستكشافات الفضائية بتشتغل بين سيستم بتاع راندي راي وابتاع ويندي لويس وخليني أقول لك أن في سنة 2005 عملوا سيستم للحكومة الأمريكية لتقليل استهلاك الوقود من السيارات وفي سنة 2009 جماعة قصة الشركة بدأت من أن راندي راي الراجل اللي على الشمال الراجل ده هو التعب راح يكشف عند الدكاترة كلهم نصحوا يركب رجبة صناعية عادة دكتور واحد فقط لغير كان اسمه دكتور نيثان نيومن نيثان نيومن يا جماعة كان راجل متخصص في تكنولوجيا جديدة في الوقت ده اسمها تكنولوجيا الخلايا الجزعية الخلايا الجزعية لو أنت ما تعرفش يعني إيه خلايا جزعية فخليني أقول لك أن هي أكبر طفرة حصلت في مجال الطب في المئة سنة اللي فاتوا والخلايا الجزعية يا جماعة هي خلايا بتكون موجودة جوا أجسامنا عندها قدرة عالية جداً على الريبير أو على الإصلاح وعلى الإنقسام السريع جداً الفكرة من الخلايا ديت موجودة في أجسامنا بيتم استخدامها في الحالات الطارئة ولكن الناس ديت أو نيثان نيومن قدر أنه هو يستخلص فكرة معينة أو طريقة معينة بحيث أنه هو يستخدم الخلايا الجزعية في الحالات الغير طرقة واللي حصل إيه؟ اللي حصل أنه هو حقن رجبة راندي رايب الخلايا الجزعية وعايز أقول لكم يا الراجل بقى بيمشي كويس جداً فقرر أنه يفتح شركة معتمدة على فكرة أو الخلايا الجزعية وخليني أقولك أنه هو قبل ما يأسس الشركة قرر أنه هو يكون عنده لوحة استشارية علمية وده يا جماعة القيمة الحقيقية اللي موجودة في البزنس بتاعنا لو جاءت النهاردة بسيت على أي شركة في العالم هتلاقي أن سر مجاحها هو الريسيرش انديفالوبمنت على أبحاث والتطوير وشركة جناس يا جماعة الشركة بتصرف مئات الملايين من الدولارات على الأبحاث والتطوير السبع علماء اللي انت شايفهم قدامك كل واحد فيهم بالفريق البحسي بتاعه كل واحد فيهم يا جماعة متخصص في أنه هو يخترع منتجات والشركة تنزلها عندها وخليني أقولك أنهم من أكبر العلماء اللي موجودين في العالم وبيدرسوا في أكبر جامعات في العالم الراجل اللي في النص يا جماعة دكتور فانسان جام بابا وكان كنا مستضيفينه الشهر اللي فات في اللقاء بتاعنا من أسبوعين تقريبا دكتور فانسان جام بابا يا جماعة هو راجل مترشح لجايزة نوبل مرتين وعايز أقولك أن ده بسبب منتج من المنتجات اللي هو اختراعها في الشركة عندنا ولمعلومات الجايزة نوبل بيرشحوا بيها من الناس اللي عملت اختراعات في البشرية وخليني أقولك إيه هي منتجات شركة جناس وندخل بسرعة جدا في الموضوع بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة اللي قدامك دوت خطوط الانتاج بتاعة الشركة وصلوا النهاردة ل22 أو 23 خط انتاج موجودين على مستوى العالم مش هتكلم معاك في الديتيلز بتاعة كل منتج وكل خط انتاج خليني أديك نبزة مختصرة جدا عن المنتجات واقولك ان اول منتج هكلمك عنه النهاردة اسمه الانستانتلي ايجلس والانستانتلي ايجلس يا جماعة الاسم بتاعه هو معنى استخدامه ايجل يعني عمر لس يعني تقليل انستانتلي يعني لحظي اسم البرودكت هو تقليل العمر اللحظي هل المنتج ده اسلام فعلا بيعمل تقليل عمره لحظي خليني اقولك ان المنتج دوت يا جماعة ليه سلوجان كده بيقولك يعني ايه يعني دقيقتين عشان ترجع شباب تاني ده منتج بيتحط على الاماكن اللي فيها رينكلز اللي فيها تجاعيد اللي فيها ايباجز اللي هو الاكياس او الانتفاخات اللي موجودة في البشرة بيتحط عليها بيضيع جماعة الانتفاخات ديت والتجاعيد ديت في خلال من دقيقة لدقيقتين وبيستمر مفعوله من ستة لتسع ساعات وعايز اقولك ان المنتج دوت عمل طفرة علمية لما نزلوا يلا يا جماعة نشوف مع بعض فيديو الفيديو دوت بيشرحلك يعني لما عملوا في برنامج تلفزيوني مشهور جدا في امريكا على واحدة ست جربوا المنتج على ناحية عندها والناحية التانية لأ خليني اقولك ان دي كانت النتيجة اللي انت هتشوفها دلوقتي حالا في الفيديو ده التنية you wanna do is twist off the top you want to squirt out a very small amount flip the lid over and reseal it so you can use this file two or three more times you want to just tap a very very thin layer تفق قطة إلى انتقال بخير بخير ولكنك تفقكم تحديد حوال 10% أو 15% دامت داري تسكن لاسفوك جغني فيها إنه لازمتها بإن الابتوى حلوما تكون قطتل أجل تذونها أنتظر من الزابة نحيح لديه يمكن له منه أنتظر من الزابة وكذلك ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر في الشركة نانسي قنقر 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 ايه؟ نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ايه؟ نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر 35000 دولار ايه؟ نانسي قنقر 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 الكلام دوت يا جماعة لو جيب بصيته هنا كده هتلاقي ان هو موجود من يوم واحد مايي الفين واحد وعشرين لحد تلاتين جون الفين واحد وعشرين يعني في خلال الشهرين دولت اللي يقدر يعمل الكلام دوت يقدر يعمل ست تلاف دولار هل في حد جديد ممكن يبدأ معنا البزنس النهاردة ويعمل ست تلاف دولار دول في خلال الاسبوعين الجايين دولت او في خلال الستاشر يوم الجايين دولت خلينا اقول لك جدا جدا وفي ناس موجودة في القول ده هتقدر تعمل الكلام ده. طيب عايز تقول لنا ايه تاني عن مسلم? خليني اقول لك انا عايز اقول لك على حاجة اخيرة. السبب التالت اللي خليك تبدأ في جناس. السبب الاول يا جماعة هو ايه? السبب الاول هو الشركة والتوكيل والمنتجات. السبب التاني هو خطة العمولات. السبب التالت بالنسبة لي هو السبب بقى اللي خلاني استمر في البزنس. انا انبهرت الحقيقة جدا بالشركة والمنتجات. بدأت عشان انا كنت محتاج فلوس لان يعني كان دايس على حياتي قطر. طيب رقم تلاتة كملت ليه في البزنس ده? لسبب بالنسبة لي رائع جدا. اسمه الكميونيتي اللي موجودة جواه البزنس ده. واحدة يا جماعة من اهم المميزات اللي موجودة جواه الشغل ده او جواه شركة جناس هو الكميونيتي. الكميونيتي او المجتمع الايجابي اللي انت بتكون موجود فيه. جناس دايما بتحرز على ان يتحطك جواه مجتمع ايجابي. مؤمنين جدا يا جماعة بفكرة ان لو انت حصرت حياتك بخمسة مليونيرز بتكون مليونير زيهم. ولو حاولت حياتك بخمسة انا اسف لوزرز للأسف برضو بتكون لوزر زيهم. لو حاولت حياتك بخمسة ناجحين بتبقى ناجح. خمسة مجرمين بتبقى مجرم. هو يا جماعة ده قانون مهم جدا اسمه قانون البيئة. في كتاب جونسي ماكسويل من اشهر كتاب في العالم اسمه بيحكي ان اهم قانون للبني ادم عشان يتطور في قوانين قانون اسمه قانون البيئة. البيئة اللي انت بتحاصر نفسك بيها. بيئة محبطة هتحول لمحبط بيئة للأسف ما عندهاش طموح برضو طموحي هيتقتل مع الوقت وبعد شوية هبقى انا كمان محبط معاهم. اما لو حصرت نفسي بيئة ايجابية. فحياتي هتتغير مئة وتمانين درجة. وعشان كده يا جماعة جناس بتعتمد على فكرة الايفنتات وتجيب اشهر على مستوى العالم كله وناس يا جماعة معروفين جدا حتى زي تاني روبينز زي اريك وري زي اكبر في العالم بيطلعوا في المؤتمرات بتاعت الشركة عشان خاطر انها تحافظ على الحتة دي. واخيرا بتعمل حاجة تانية رائعة جدا. هي فكرة اسمها الانسانتيف تراب. والانسانتيف ترابس ديت او رحلات الحوافز. الجناس كل ست شهور بتعمل يا جماعة تراب. السفرية. السفرية ديت بتعملها المين للناس اللي بتعمل تارجيت عبيد جدا. تارجيت ده على فكرة ان واحد يبقى فيه ثلاثة وكلا يجوا من خلاله. يعني في خلال شهرين ثلاثة. اوكي. تخيل معايا الشركة بتعمل معا ايه? بتصفروا يا جماعة سفرية على حساب الشركة. انا واحد من الناس سفرت على حساب شركة جناس قبل كده. بالي في اندونيسيا. هواي في امريكا. ميلا في ايطاليا. روما في ايطاليا. وان شاء الله كابوسان لوكاس في المكسيك الشهر الجاي شهر سبع لو كنا من اهل الدنيا. خليني اقولك ولو ودبي بعدها ان شاء الله برضه يكون قواليفايد لها. ولو انت بدأت النهاردة البزنس دوت فخليني اقولك انك هتبقى تقدر تبقى قواليفايد للانسانتف تريبل الجاية هتكون في في ايطاليا. هتكون يا جماعة في فينيسيا في البندقية في ايطاليا. هتكون يعني تارجيت سهل جدا جدا. هتعرف برضو عنه التفاصيل بتاعته دلوقتي ولكن خليني اقولك اني بكده اكون خلصت الكلام بتاعي وخليني اقولك اني بدأت البزنس ده من حداشر سنة يا جماعة من عشر سنين وتلات اربع شهور بالزبط انا بدأت الشغل ده. بدأت يوم تسعة اتنين سنة الفين واحداشر بدأت. مش مصدق ان البزنس ده ممكن يكون بيعمل الكلام ده فعلا. بدأت. وانا مش مقتنع بالموضوع مية في المية. بدأت. وانا خايف لحسن افشل. بدأت. وانا خايف لحسن ما عرفش كون فريق. بدأت وانا عندي مليون سبب يخليني مبدأش. ومليون سبب يخليني لما ابدأ افشل. ولكن يا جماعة خليني اقولكم ان من فضل مولا عز وجل في العشر سنين واربع شهور اللي فاته اللي حصل ان النهاردة بعد مرور المدة دي الشخص الفقير الى الله اللي بيتكلم معاك دلوقتي عنده اكتر من خمسة مليون بني ادم في الفريق بتاعه موجودين في اكتر من تمانين دولة على مستوى العالم. الفريق عندي اللي يعني ده حصل بسبب توفيق ربنا عز وجل ومجهود الناس اللي موجودين في الفريق وانا يعني مليش اي سبب في الموضوع خالص. عامل السنة فاتت سيلزي يمكن داخلها في خمسين مليون دولار. طلع السنة اللي فاتت عملات للناس اللي موجودة بحوالي اربعة وعشرين مليون دولار للناس اللي موجودة معنا في الفريق. خلينا اقول لك انك عندك تساؤلات كتيرة جدا. محتاج تعرف هبدأ ازاي? هشتغل ازاي? هعمل ايه? طيب انا بصراحة المجال ده جديد علي. طيب لو انا بدأت معاك وإن اللي هيحصل? طيب ممكن اعمل فلوس قد ايه في خلال قد ايه? تفاصيل كتيرة جدا انت محتاج انك انت تعرفها وتساؤلات كتيرة جدا مقبودة ده وعقلك دلوقتي ولكن مشان اللي هجاوب لك عليها ولكن الشخص اللي كان سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى جماعة في اني انا اصلا اكون موجود في البزنس ده. الشخص اللي دعاني في يوم من الايام وعرض علي الشغل ده في يوم من الايام. وانا خدت القرار اني اصف فيه وابدأ معاه الشغل ده. خليني اقول لك ان هو اللي هيشرح لك الكلام دوت بنفسه. خليني الاول اعرفك على الشخص دوت في الفيديو الاتي. وبعدين هستيبك مع الراجل ده. اشتركوا في القناة 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 إنه كل مخصوص عنك، إنه كل مخصوص عنك بابرتك. بابرتك. بابرتك! بابرتك، بابرتك! 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 ، خليني أقولكم أننا هذا الكلام هنا ولم ينفع أتكلم، في وجود الشخص الذي حالياً موجود معنا هو أول شخص بدأ البيزنس ده في منطقة الشرق الأوسط حد بدأ يا جماعة والنهاردة هو سوبر هيرو زي ما انتوا شايفين كده بيسافر اوروبا وبيسافر امريكا وبيلف العالم كله عشان يعلم الناس على مستوى العالم ازاي ان هما يقدروا ينجأوا عن طريق الانلاين بيزنس وعن طريق الدايريكت سيلنج والحقيقة انا واحد من الناس اللي الراجل ده كان ليه فضل علي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجة انا وصلت لها النهاردة خليني اقولك انك الان على موعد مع الامدي انشيف مؤسس منظومة ودابل دايمون دايريكتور يا جماعة في شركة جناس دكتور اسلام محمد هيكون موجود معنا دلوقتي حالا شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل الناس اللي موجودة في الميتينج النهاردة طبعا يا جماعة قبل ما ابدأ اي كلام حابب ان انا اشكر يعني صحبي واخويا وحبيبي وواحد من الناس يعني اللي عمل الطفرة في مجال البيع المباشر والداريكت سيلنج والنتورك ماركينج على مستوى الشرق الاوسط دكتور اسلام وصفي يعني على كل المعلومات الرائعة اللي كان بيتكلم فيها دلوقتي ولكن في البداية حابب ان انا اتكلم مع الناس اني عايز قبل ما ابدأ كلام يا جماعة بعد اذنكم كل الناس يكون معها ورقة وقلم وده حاجة ليك مش ليا رقم اتنين حاول تفصل تماما عن اللي حواليك النوتيفيكيشن او الاشعارات بتاعة الموبايل حاول تقفلها ركز لمدة من خمستاشر لعشرين دقيقة بالكتير في الكلام اللي جاي اللي ان شاء الله بإذن الله كلام مهم جدا هيفرق معاك تماما خليني في البداية عرف حضراتكم بنفسي انا اسمي اسلام محمد دكتور صيدالي خريج كلية صيدالة جامعة القاهرة دفعة 2010 وبشتغل في مجال البيع المباشر والشغل الحضرات الجاي تسمع عنه النهاردة اكتر بقالي دلوقتي 11 سنة 11 سنة بشتغل البزنس ده او كلنا اسمينا اسلام لا اكيد صدفة يا اوكي بقالي 11 سنة بشتغل البزنس ده والحمد لله بعد توفير ربنا صحنا وتعالى كان الشغل ده يعني سبب كبير في تغيير حياتي للأفضل ولكن قبل ما ابدأ كلام انا عارف ان في ناس هنا يا جماعة قعدة اوكي ثلاث انواع النوع الاول النوع الاول ايه بيقولي بصر اسلام والله انا فاهم كل حاجة يلا اقول لي بقى ايه الخطوة الجاية اقول لي ايه بقى المرحلة الجاية ايه الحاجة اللي اعملها في الخطوة الجاية وده النوع الاول اوكي النوع التاني يعني فاهم بس في شوية تساؤلات كده عندي عارف انا عندي شوية اسئلة كده لو حد بس جوابنا عليها انا هبقى مبسوط وهبقى ماشي معاكم على الخط بس انا عندي شوية اسئلة كده في حاجات مش متزبطة انا اقولها لكم وهفصص لكم الموضوع بالكامل اما النقطة التالتة او النوع التالت هو النوع حارك فهم حاجة؟ طب حارك معنا؟ طب انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ انا هعمل ايه يا جماعة؟ انا المفروض اشتغل ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه بالزبط؟ انا قلولي اعمل واحد اتنين ثلاثة انا اعمل واحد اتنين ثلاثة بس بس ما توجهوش دماغي صح؟ يا جماعة لو انت من النوع الثالث ابعتلي رقم ثلاثة على الانشات لو سمحك الناس بدأت تبعد ثلاثة من قبل ما اتكلم طيب ليه انا بقول لكم يا جماعة على النوع الثالث لان ده النوع اللي انا كنت فيه وانا بتشرحلي الكلام ده قاعد واحد جاي من خلفية بيدوله 2000-3000 جنيه في الشهر قاعد بسمع ارقام اللي هو انتوا بتكرموا جد يا جماعة والكلام ده فعلا بحقه حقيقي يا جماعة ولا دي الكاميرا الخفية ولا ايه يا جماعة ولا ايه الفكرة كلها فين؟ لا الكلام حقيقي ولكن حرك محتاج تستوعب بس الموضوع في الكلام اللي انا هتكلم معاك دلوقتي اللي خلاني اخد قرار ان انا ابدأ الشغل ده والنهار ده بعد 11 سنة تكون علاقتي بصيدلة زي علاقتي بالفنانة العظيمة انجلينا جولي تقريبا ما بيش اي علاقة تماما اوكي الفكرة كلها سبب واحد بس ياريت تكتبه عند حضرتك لو سمحت الحاجة دي بتقول فعل نفس الافعال فعل نفس الافعال يؤدي الى نفس النتيجة وفعل افعال مختلفة هو الطريق الوحيد للوصول لنتيجة مختلفة عشان كده اخدت القرار اني ابدأ الشغل ده ليه؟ منتهى البساطة قعدت اشتغلت في وظيفة لمدة اربع سنين ولا خمس سنين وفي الاخر ما لقيتش الحاجة اللي انا عايزها قاعد عامل كده اللي هو يا رب يا رب الدنيا تتغير يا رب يا رب حاليه بقى احسن يا رب يا رب الدنيا تفرق يا رب يا رب مش عارف ايه يا رب صح الله يا جماعة مش فيه ناس بتفكر بالتفكير ده؟ طب السؤال يا هل ترى هل الدنيا اختلفت؟ الاجابة لأ قعدت خمس سنين بدور على ان الدنيا تختلف وفي الاخر ما اختلفتش ولكن ايه اللي حصل ان انا اخدت قرار ان انا ابدأ الشغل ده بس بيني وما بينك فيه شوية حاجات هتعرفها دلوقتي عشان تعرف هتشتغل ايه؟ ومطلوب منك ايه عشان تعرف تعمل دخل من الشغلانة دي؟ اكتب بقى معايا الكلام ده احنا يا جماعة لو اي حد من الناس اللي موجودة هنا اي حد يا جماعة جيف دماغه لو انت حضرتك اوكي جيف دماغك دلوقتي ان حضرتك لو بدأت معانا الشغل مش هتعرف تعمل حاجة ولا هتعرف تشتغل الشغل ده ولا هتعرف تنجح فيه فحب اقول لحضرتك الف مليون مبروك حضرتك استنتجت صح؟ ليه؟ لان حضرتك لو جبت مهندس ودت له مشرة كده مشرة قلت له تعالى بش مهندس خد المشرة ده شايف المريض اللي جوا ده انا عايزك تعمله عملية جراحية ما تخرش الميا هيعمل ايه؟ هيرسم على بطن الراجل عمارة صح انا مصح؟ ولو رحت ليه دكتور اديت له شوية رسومات هندسية ويقول لعايزك تبنيه لعمارة العمارة دي هتاخد يومين وهتقع صح؟ لا ده هيعرف يعمل ده ولا ده هيعرف يعمل ده طب يا اسلام اما الايه اللي يحصل ده المفروض يتعلم في كلية الطب وده المفروض يتعلم في كلية هندسة عشان كده خضرتك ما عندكش اي خبرة في الشغل ده فاستنتاجك انك مش هتعرف تنجح فيه استنتاج مصبوط بنازل افنها في المياه عشان كده احنا عملنا ايه بقى؟ واكتب معايا من اول هنا عملنا حاجة اسمها كايزن ارجانيزيشن ايه ده؟ دي منظومة كايزن المنظومة المسؤولة عن نجاح كل الاشخاص بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى جوه شركة جناس طب المنظومة دي ايه قصتها؟ عبارة عن ايه؟ المنظومة دي عاملة حاجتين اول حاجة الشروط مش شروط الالتحاق او شروط انك تبدأ لا شروط النجاح لو عاوز تنجح التلات شروط دول لو انت بدأت معانا من غير ما تطبق التلات شروط دول احب اقول لك حارك مش هتنجح معانا في الشغل انا صريح جدا ايه هم التلات شروط؟ اكتب معايا لو سمحت رقم واحد تلات ساعات عمل كل يوم تلات ساعات كل يوم الاجابة ا اذا حضرتك عندك تلات ساعات في يومك تقدر تنجح معانا في الشغل اسلام طب امتى التلات ساعات دول؟ الصبح او بالليل في اي وقت تلات ساعات واربعة تلات ساعات من فصلين متصلين براحتك طب التلات ساعات دول فين؟ في اي مكان؟ في اي مكان ممكن تشتغلوا؟ اوكي؟ وانت في البيت ممكن وانت قاعد في بيتكو وتشتغل الشغل ده؟ اه ممكن وانت قاعد بتمارس الشغل ده تعرف تعمل منه نتائج جوه البيت؟ اه طب السؤال ليه؟ لان احنا شغلنا اونلاين يعني ايه islam اونلاين؟ يعني حضرتك تقدر تشتغل الشغل ده من اي مكان في الكوكب البيت الشغل التاني تشتغلوا الشارع العربية اي مكان تلات ساعات شغلي كل يوم اتنين حد يا جماعة عنده مشكلة في ثلاث ساعات كل يوم لو ما عندكش مشكلة بقعدت رقم واحد على الشكل لو ما عندكش مشكلة بقعدت رقم واحد في حد بقيت بقول لي يا باشي أنا معك اليوم كله حرك بس ثلاث ساعات لا وبركينش في حور اليوم ده أوكي طيب رقم اتنين الشرط التاني هو حضور التدريبات التدريبات لأن يا جماعة كايزين عملة سيستم أو نظام النظام بمنتهى البساطة جدا النظام ده حضرك محتاج تتعلمه عشان تعرف تشتغله يا اسلام أول ما حضرتك بتبدأ معنا فيه نوعين من التدريبات تدريبات فردية وتدريبات جماعية طيب ايه الفرق ما بين الاتنين التدريبات الفردية والتدريبات أونلاين أيوة عبد الرحمن التدريبات أونلاين يا جماعة التدريبات بتاعتنا أونلاين أوكي تاني التدريبات بتاعتنا أونلاين التدريبات بكم زي ما في ناس بعتها ببلاش فور فري طيب انت عمليها ليه ببلاش هتعرف دلوقتي التدريبات الفردية أول محرك بتبدأ خلينا نقول مثلا 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 زياد زياد أخد القرار إن هو يبدأ النهار ده قالك بقولك أنا معاك يا عم يلا بينا نشتغل أول ما زياد بيبدأ بيتم تعيين شخص اسمه المدير المسؤول الراجل ده بيمسك زياد يعلمه من الآخر كل الخطوات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ويشرف على التطبيق العملي لكل حاجة هو بيقولها له مع زياد بحيث لو زياد غلط في حاجة بوص حاجة عكف حاجة المدير المسؤول ده يبدأ يصلح له لمدة قد إيه لمدة عشر أيام التدريبات بتقول عشر أيام اسمهم تدريبات الأساسيات هدفها إنك بعد عشر أيام تقدر تعمل حوالي خمسمية دولار حوالي خمسمية دولار فأول قد إيه فأول عشر أيام إذا التزمت بتلات ساعة كل يوم وإنك تسمع كلام المدير المسؤول ده طيب إيه التدريبات الجماعية دي تدريبات بتتم كل أسبوع وكل شهر بيجي بقى يديها مين التدريبات دي ناس أعلى من المدير المسؤول بتاعك بيعلموك إزاي تشتغل عن طريق بقى كل الاستراتيجيات اللي ممكن تتخيلها جوة الشغل بتاعنا بتتعلمها كل أسبوع بيكون كل يوم جمعة أو كل يوم سبت على حسب فريق العمل اللي أنت فيه وكل شهر بحضور ناس من ألمانيا ومن إيطاليا ومن أمريكا ومن الوطن العربي بيعلموك إزاي تنجح في الشغل طيب طيب حد عنده مشكلة يا جماعة أنه يبقى ملتزم بحضور التدريبات لو ما عندك مشكلة بعدك لرقم اثنين أوكي لو ما عندك مشكلة بعدك لرقم اثنين في حد يقول لي هو أنا محتاج لابتوب لأ من الموبايل بتاعك وأكيد حضرتك مش معك موبايل نوكيا 3310 مكشاف أكيد معك موبايل بكاميرا صح؟ فحركت تفتح الكاميرا معنا ونشتغل مع بعض طيب فدي يا جماعة التدريبات طيب النقطة الثالثة والخطوة الثالثة والأخيرة ولو سمح ركز معايا جدا الخطوة الثالثة هو التطبيق يعني إيه التطبيق يا إسلام؟ يعني حضرتك بمنتهى البساطة جدا تطبق الكلام اللي هيتقلك يعني هيتقلك اعمل واحد اثنين ثلاثة أرجوك يا سيد الفاضل تعمل واحد اثنين ثلاثة ما تعملش واحد اثنين وتقول لي لا والله ثلاثة دي أنا مش مقتنع بها أو تعمل واحد اثنين ثلاثة وتخط اربعة تبقى باشا إيه لازم اربعة لا بهارات أنا بحب البهارات ده مش هينفع معنا في الشغل وده مش هينفع معنا في الشغل كل اللي عليك إنك تطبق الكلام اللي بتقالك ليه؟ لأن الشخص اللي هيقولك تعمل حاجة هيقولك تعمل حاجة بناء على حاجات هو عملها وطبقها وغلط فيها فهيقولك عشان تبدأ من حيث انتهى الآخرون مش من حيث ابتدأ الآخرون ودي آخر نقطة هي التطبيق لو انت ما عندكش مشكلة في الثلاثة شروط بتوعنا ابعث لي رقم ثلاثة على الشات قدي الثلاثة شروطهم للناس اللي عايز تاخد سكرينشوت أوه يا جماعة الناس اللي عايز تاخد سكرينشوت خد سكرينشوت أوكي؟ دول الثلاثة شروط طب إسلام افرد أنا خلاص موافق على الثلاثة شروط وجاهز ويلا بينا نبدأ ايه بقى الخطوات؟ ودي النقطة الثانية الخطوات ان حضرتك هترجع للشخص اللي دعاك الشخص اللي دعاك هتكلمه بقولك ايه انا متشكر جدا انك عرضت على الموضوع ده يلا بينا نعايز ابدأ معاكم عشان ابدأ اشتغل معاكم في الشركة بقى أول حاجة هيحدد لك معاك مع المدير المسئول والراجل ده بيبدأ يعمل معاك ايه بقى؟ العقد اللي بينكم للشركة الباقة اللي حريك بتبدأ بيها زائد العشر ايام الاولى للتدريب عشان حضرتك تبدأ تفعل توكيل حضرتك جوا شركة جناس وتبقى من الناس اللي بتكسب بكل خطط الارباح اللي كان دكتور اسلام وصفي بيتكلم عنها من شوية بس بشرط ها؟ بشرط واحد تلات ساعات شغل اتنين حضور تدريبات تلاتة انك تطبق الكلام اللي بتقلق العقد ده حاجاته او البنوب بتاعته كلها تصالحك بنسبة 100% زائد كمان الباقة هي الباقة اللي انت هتبدأ بها تشتغل ودي نقطة مهمة وركز اوه في حتة الباقة دي عشان هنجيلها كمان شوية علشان يا جماعة جناس عاملة حاجة وركز اوه في الكلام اللي جاي جناس عاملة حاجة تقدر تخلي اي انسان بيسمعنا في الميتنج النهاردة مش بس يكون وكيل لشركة جناس المال يكون شريك مع شركة جناس نعم يعني ايه شريك يعني جناس هتدي للناس جزء من المبيعات بتاعتها والكلام ده الفترة محدودة جدا واشرحها بالتفصيل كمان شوية وعشان كده احنا عاملين مؤتمر وفيه الاف من البشر بيسمعوني عشان الحتة دي ازاي حركة تكون من ضمن الشركاء بتوع شركة جناس وتكون واحد حاجة اسمها المؤسس او ركز معايا جدا للاخر اوكي طيب دي يا جماعة شروط النجاح جوا ودي الخطوات طب والله يا اسلام بقولك الكلام يعني انا كده فاهم ومستوى بس انا عندي شوية اسئلة طيب تعالوا يا جماعة نعمل حاجة جميلة جدا اي حد عنده اي سؤال في خلال خمس دقايي نجاوب على الاسئلة وبعد كده اجيلكوا بقى في حوار الشريك وحوار تاني ازاي تقدر تعمل سوري عشر تلاف دولار في خلال الخمستاشر يوم الجايين دول نعم عشر تلاف دولار في خمستاشر يوم يا عم انتو مجانين لا انتو مجانين طيب ركز بس معايا للاخر اوكي ولكن انا عايزك تسأل اي سؤال اي حد يا جماعة انت سؤال اوكي خلينا نقول الاسئلة في ناس عمد بس كتير جدا طيب طيب في حد بيقول لي هو المبيعات دي عبارة عن ايه مبيعات للمنتجات اللي كنا بنتكلم فيها من شوية هعمل ايه في الثلاث ساعات يا اما بروج ليه المنتجات بتاعت الشركة او الفرصة بتاعت العمل بتاعت الشركة ممكن انا اسأل سؤال يا جماعة تعرف كم واحد عايز يخس بالهبن تعرف كم واحد عنده تجعيد في بشرته او حفر او حبوب ما كان حبوب او واحد تخينه وعايز يخسها او حد عنده خشونة في المفاصل او حد عنده كل المنتجات اللي كنا بنتكلم فيها باستخداماتها تعرف ناس كتير كده الاجابة اه كل حد من الناس دي بتجع المنتجات انت بتاخد عمولات بالطريقة اللي كان دكتور اسلام بيتكلم فيها طيب او الوكلاء اللي عاوزين يبقوا بيشتغلوا مع شركة جناس ويقدروا يعملوا منها دخل ده كمان انت بتاخد عليه عمولات طيب هل جميع المنتجات مرخصة في وزارة الصحة بسم الله الرحمن الرحيم الاجابة اه طيب كل حاجة اونلاين فيه مش كل حاجة بنسبة 100% ادهم معظم الحاجات اونلاين وفيه بعض الحاجات بتكون اوفلاين ولايف زي المؤتمرات اللي احنا احنا بنعملها اوكي ملك العريبي كيف نبدأ في العمل فورا ارجع يا ملك للشخص اللي دعاكي وهو هيزبط معاكي الخطوات كلها زي ما انا قلت من شوية اوكي اجراءات وصول المنتجات في الكويت ابراهيم الحنفي يا ابراهيم المنتجات بتوصل عن طريق فدكس او دي اتش ال او اراميكس الحد باب البيت في الكويت اوكي ضروري اكون عندي لغة انجليزية لا خالص 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 اوكي ازاي اقدر اخد الارباح ازاي اقدر اخد الارباح بتاعتي اكتب معايا لو سمح ثلاث حاجات ثلاث حاجات ثلاث وسائل تقدر تاخد بهم الارباح بتاعتك رقم واحد عن طريق الكاش كاش بالتنصيق مع المدير المسؤول بتاعك اتنين ودي النقطة التانية ان حضرتك تقدر تقبط باستخدام الديبت كارد او الفيزا كارد اللي حضرتك بتجيلك مع الباقة بتاعتك لحد باب البيت تقدر تقبط باقة العمولة بتاعتك ثلاثة تحويل بنكي على حساب حضرتك في البنك وده بيكون في بعض الدول اوكي نورهان بقيت بتقوله هو لازم يكون الشغل ده بالكاميرا ماينفعش صوت لايه فنورهان ينفع صوت حاجي اوكي كيف اكون شريك كلم الشخص اللي ده عايق كيف ابدأ العمل كلم الشخص اللي ده عايق شنو هي الخطوات اللي عشان ابدأ كلم الشخص اللي ده عايق هو اللي يحدد لك الخطوات دي بالكامل اوكي التدريبات آية بعدها بتقول التدريبات لها وقت محدد آية آية تدريبات الاسبوعية لها وقت محدد والشهرية انما تدريبات اللي هي مع المدير المسؤول ده بالتنصيق بينك وبين المدير المسؤول على حسب الوقت اللي انت بتكوني متاحة فيه فرح مع مين اتكلم لما اخلص يا فرح مع الشخص اللي دعاك للمؤتمر ده اكيد انت ما كنتيش معدية ولقيت لين كازرة رحت دايسة عليه لقيت نفسك معنا في الميتين اكيد يعني انا من سكان النمسا هو ينفع يشتغل في الشغل ده آه وكيف موضوع الدرائب ده بيكون بالتنصيق مع الدولة على حسب الدولة بتاعتك بتفرض ضريبة على الدخل الالكتروني آه ولا لا ممكن ابقى زيك فيه يا عم ان شاء الله تبقى حسن مني مليون مرة ده انا غالبان اوكي طيب هتكلم عن الاسعار تمام ماشي كل تقريبا نفس الاسعار انا هل الشغل بيشتغل في غزة يا جماعة احنا شغالين بمنتهى القوة في فلسطين وفي غزة وفي كل دول الشرق الاوسط والعالم العربي بالكامل يا جماعة بالكامل الشغل شتغل في سوريا ما نلسى والله ايه العالم العربي الكريدت كارد هتجيلي مع البيكريدت كارد تيجي مع الباقة اوكي اه اه ايه ايه او اوكي طيب هل في توصيل المنتجات للجزائر اه طبعا في توصيل المنتجات للجزائر جدا اوكي هل نجد التدريبات المسجلة في بعض التدريبات المسجلة وبعض التدريبات الاخر بيكون لايف ومعظم التدريبات بيكون لايف يعني الا التدريبات بسيطة جدا بيبقى مسجلة ينفع اشتغل في روسيا طبعا 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 روسيا من اقوى الدول اللي الجناز بتشتغل فيها ليبيا طبعا ليبيا يا جماعة ليبيا من دول اللي قادمة بمنتهى القوة قوة في جناس لأنه معظم الناس هناك حبة المنتجات بتاعة جناس وحبة كمان طبيعة شغل جناس في شغل في الاردن في واحدة عندنا اسمواليدش حادة بخليه رد عليك طبعا في شغل في الاردن وبمنتهى العنف والقوة اللي في الدنيا اوكي طيب 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 نفس الاسئلة تقريبا كل الناس بتسألها في شغل في السودان طبعا في شغل في السودان بمنتهى القوة اوكي ممكن اشتغل عبر الانترنت ما هو حركة عنا بتشتغل عبر ايه عبر البحر ما هو عبر الانترنت هل في شغل في تونس اوه في تونس في كل دول العالم العربي بالكامل يا جماعة اوكي طيب خلينا يا جماعة تقريبا كل الاسئلة نفس الاسئلة انا حابب بس اركز ونقفل الميتنج بتاعنا على الكلام المهم اللي محتاج حضرتك تركز معايا فيه لمدة من خمس الى تمن دقائق فقط لا غير ركز جدا طيب بص يا جماعة محتاج بس اشارك معاكم الشاشة بتاعتي تاني علشان انا فيه نقطتين مهمين لازم اتكلم ما اخرج فيه طيب بص يا جماعة جناس جناس عندها سيستم شغل ايه سيستم الشغل ده اسلام سيستم الشغل كلاتي ان حضرتك ودي نقطة مهمة جدا 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 ركز معايا في الكلام اللي جاي هه سيستم الشغل بتاع الجناس كل ست شهور جناس بتعمل حاجات غير منطقية كل ست شهور جناس بتعمل حاجات غير منطقية احنا في شهر كم يا جماعة في شهر ستة الحاجات اللي اقول هالك دي تبان ليك غير منطقية وبصراحة بالنسبة ان احنا كمان غير منطقية لان احنا عارفين جناس كل ست شهور بتعمل حاجة غير منطقية شهر ستة وشهر اتناشر شهر ستة عشان تحضر للنصف التاني من السنة وشهر اتناشر عشان ده بيكون تأفيل السنة جناس عاملة ايه بقى في شهر ستة فرص مرعبة لكل انسان موجود معانا في الميتنج النهاري جناس عاملة تلت حاجات يا جماعة رقم واحد واكتب معايا لو سمحت الكلام ده جدا جناس عاملة باقة الباقة دي يا جماعة باقة استثنائية بالكامل اي انسان هيكون بدء بالباقة دي اسمها باقة الفاوندر او المؤسسين جناس بتعمل ايه جناس بتاخد اتنين في المية واكتب لو سمحت معايا الكلام ده جناس بتاخد اتنين في المية من المبيعات العالمية مش الارباح اتنين في المية من المبيعات العالمية لشركة جناس وبتوزعهم كل تلت شهور على الناس اللي بدقين باقة المؤسسين تاني تاني جناس بيبيع بكم في السنة قول مثلا بمليار دولار هو مش مثلا هو اكتر من كده بس بمليار دولار المليار دولار اتنين في المية منهم اتنين في المية من المليار يعني عشرين مليون دولار دول بيتم توزعهم كل التلت شهور شركة تشوف التلت شهور دول احنا بيعنا بكام انا التلت شهور دول بعت بمثلا بمليون دولار يبقى اتنين في المية متين الف دولار اوزعهم على المؤسسين طب انا بعتب عشرة مليون يبقى اتنين مليون دولار سوري يبقى اتنين في المية منهم دي بتتوزع على المؤسسين طب مليار دولار اتنين في المية انا عشرين مليون دولار بتتوزع على المؤسسين طب لا لحظة واحدة بقى كده عشان ايه نفهم معاك هو انا مش محتاج اي حاجة غير ان انا اشتري بقت الفاوندر لا محتاج يكون عندك خمس وكلاء فعالين خمس اشخاص اكتف خمس اشخاص اكتف اذا شغال معاك خمس اشخاص اكتف او عندك خمسة مستهلكين كل التلت شهور بيكونوا اكتف معاك التلت شهور انت خلاص كده بايه بتاهم اتنين في المية ايه ده لحظة واحدة بس كده يعني انا مش محتاج ابقى زي الناس الدياموند واعمل مبيعات خرافية لا الدياموند بياخدوا من التلتة في المية فيه اتنين في المية تانية ما لهاش علاقة بالتلتة في المية دول بتاعة المؤسسين ودي الفرصة اللي في الموضوع طب يا اسلام ما عليش عنه السؤال هو الفرصة دي السؤال بس بسيط يعني فرصة الفاوندر دي دي متاحة على طول ولا الفترة دي بس يا فندم الفرصة دي للناس اللي هتبدأ معانا في خلال ال تمانية واربعين لاتنين وسبعين ساعة القادمين التلت حاجات اللي هقول عليهم بس للناس اللي هتبدأ في خلال تمانية واربعين ساعة او اتنين وسبعين ساعة بس كده بس كده يبقى رقم واحد باقة المؤسسين باقة دي يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة دي اكتر حاجة اكتر حاجة شغلت سورة يا جماعة اكتر حاجة اوكي شجعت ناس كتيرة جدا ان هي تبدأ معانا وانا كاسلام بمنتهى البساطة جدا انا حسبتها كده انا النهاردة لما يجي واحد يقولي بقولك يا اسلام تيجي تكون ليك اسهم في شركة ابل وتبقى الشريك في شركة ابل هقولهم ايه لو انت تسألت السؤال ده مين يا جماعة نفسه يا جماعة يكون شريك في شركة ابل ابعث لرقم واحد على الوشات بص كل الناس واحد 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 نفس الكلام نفس الكلام انا كاسلام انا كاسلام حسبتها كده النهاردة شركة بتبيع بمليار دولار وهدف الشركة تكون بتبيع بعشرة مليار دولار اذا موضوع المؤسس ده استثمار امن بالنسبالي كاسلام ان انا هكون شريك في شركة جناس مهما الشركة كملت لان انت هتفضل تاخد الميزة دي مدى الحياة هتكون موجود في الميزة دي مدى الحياة وحط تحت الكلام ده تريليون خط يبقى رقم واحد باقة المؤسسين طب رقم اتنين اي حد من الناس اللي موجود معانا اكتب معايا الكلام ده اللي هيبدأ معانا هيكون بدأ وي بدأ معاه تلت اشخاص فقط لغير بالباقة بتاعت الفاوندر حركها تكون وركز مسافر معانا ايطاليا لا لحظة ايه بقى احوار ايطاليا ده شركة جناس يا جماعة بتأمل حاجة اسمها انسنتف تريب او سفرية الحوافز السفرية دي للناس اللي بيكون معاهم تلت اشخاص في فريق العمل بتاعهم تلت اشخاص بس يعني لو انا معايا تلت اشخاص اسافر معاكم ايطاليا في فنس في اكتوبر القادم ايوة طب انا كاسلام انا سافرت مع الشركة دي ات هواي وسافرت مع الشركة دي بالي في اندونيسيا وسافرت معاهم ايطاليا وسافرت معاهم سفريات كتيرة جدا وهسافر معاهم كابو سان لوكاس في المكسيك الشهر الجاي وهسافر كمان معاهم إيطاليا وهسافر بعدها دبي كل ده فولي بايد وعلى حساب الشركة بالكامل لحظة واحدة يعني أنا كده أنا لو بدأت معاكم أولاً هيبقى لي نسبة من 2% من مبعات الشركة ده منتهي صح؟ أيوة 2% لو أنا حققت التارجت البسيط وبقى معايا 3 أشخاص بيشتغلوا معايا كده أنا مسافر سفرية إيطاليا أيوة ممكن أخذ زوجي معايا عشان في حد بحد السؤال ده حضرتك ممكن آه أوكي دي النقطة التانية طب النقطة التالتة والأخيرة النقطة التالتة والأخيرة ولو سمحتوا يا جماعة اكتبوا الكلام ده أي حد هيشتغل معانا والكلام ده يا جماعة أنا محدده بس للناس اللي هتبدأ في 48 ساعة الجايين دول يعني يوم 14 النهاردة أو 15 أو 16 فقط لغير أي حد يبدأ بعد كده لا 14 و 15 و 16 وهيشتغل كل يوم احنا قلنا الثلاث ساعات هتاخد دخل معين بس لو اشتغلت معانا ست ساعات وانا بأكد على الكلام ست ساعات لمدة 14 يوم فده معناها فده معناها انك هتكون اشتغلت 84 ساعة في الاسبوعين الجايين ده معناها ان حضرتك هتقدر انك تأفل البروموشن بتاع شركة جناس وتكون من الناس اللي عملت 10 تلاف دولار بشكل استثنائي بسبب العرض اللي جناس منزلها على المبيعات اليومين دول تاني يا جماعة اي حد هيشتغل 6 ساعات ف14 يوم جايين يعني المجموعة 84 ساعة تقدر حضرتك تحقق 10 تلاف دولار في خلال ال14 يوم القادمين من شهر الستة ونهاية شهر الستة طيب الفكرة كلها فين ان دي الفرص الاستثنائية اللي شركة جناس حطاها للناس في خلال ال48 او ال72 ساعة جايين دول واحد ان حضرتك لو بكئت من المؤسسين تاخد 2% بعد الشركة اتنين سفرية ايطاليا لما تكون محقق ترجف بسيط جدا وهو وجود 3 اشخاص بيشتغل في فريق بتاعك 3 تشتغل 6 ساعات لمدة 14 يوم يعني توتل 84 ساعة في اسبوعين تكون من الناس اللي هتحقق 10 تلاف 20 دول طيب الكلام ده كلام مهم جدا ولكن خلينا اتكلم معاكم شوية بصراحة يا جماعة انا كاسلام واحد من الناس اللي لما جيت شرح لي الموضوع ده انا كنت متحمس جدا ان انا بدأ الشغل ده السبب واحد انه حاجة جديدة بس بيني وما بينك كنت خايف كنت خايف لاحسن ما نجحش فيه يعني لاحسن ما عرفش اعمل حاجة خاصة ان انا رجل صيدلي صحة ولا يا جماعة حد يا جماعة وصل له الاحساس ده اما انا افرد انا بدأ وما عارتش انجح في الشغل ده افرد انا اشتغلت معاكم والدنيا ما زبطتش طب افرد مش عارف ايه صح انا بمنتهى البساطة جدا ده كان اكتر حاجة موجودة جوايا لحد ما الشخص اللي كان قاعد معايا في الوقت ده والراجل ده انا لو شفته في يوم من الايام تاني هبوس على راسه كل بشوفه هبوس على راسه الراجل ده قال لي كده قال لي بص في قاعدة بتقول ان الخوف من الفشل بيؤدي الى حتمية الفشل قلت له يعني ايه يعني قال لي يعني لو خايف تفشل هتخاف تجرب ولو خوف تتجرب سيبقى الوضع كما هو عليه ولو فضل الوضع اللي هو عليه مش عاجبك حياتك كلها مش هتبقى تمام صح قلت له تمام قال لي وخلي بالك لازم تبقى فاهم ان رباه صحة الله بيقول ان لا نضيعه اجر من احسن عمله اللي بيتعب ربنا هيكرمه واللي بيخبب باب واثنين وتلاتة وبيسعى هنا وهنا وهنا ربنا بيكرمه لا محالة عشان كده بمنتهى البساطة جدا اذا انت واحد قرار انك تبدأ الشغل ده خد القرار انك تبدأه وانت شايف ان ان شاء الله ربنا مش هداع تعبي سمعت كلام الراجل ده بس كان عندي مشكلة تانية ايه هي المشكلة دي ان بصراحة كنت متردد في ان انا اخد القرار لحسنية لقرار صح او لحسنية لقرار غلط طب ان شاء الله هيبقى صح طب ايفرد طلع غلط وخلي بالكم التردد دايما في اتخاذ القرارات دي حاجة كلنا عايشين فيها بس تخلينا طمنك لحاجة في قاعدة بتقولك القرارات الغلط بتعلم والقرارات الصح بتكبر وهي دي الفكرة خلي بالك اي قرار غلط اخدته في حياتك انت النهاردة بتعلم منه واي قرار صح انت اخدته في حياتك تكبرك النهاردة عشان كده بمنتعل بساطة جدا بقى بالنسبة لي حتى بعد سنين شغل في الشغل ده بقيت من اسرع الناس اللي بتاخد قرارات عارف ليه؟ بسبب واحد بس ايه هو السبب ده؟ اني يا باشا القرار تلع غلط انا كسبان كسبان خبرة قرار تلع صح انا كسبان كسبان دخل والخبرة دي بعد شوية هاخد عليها دخل ولكن فكرة التردد في اتخاذ القرار بتخليك في وضعية اسمها وضعية الانتظار وممكن نسأل سؤال يا جماعة للناس اللي موجودة هنا بقالنا قد ايه؟ ناس كتير قاعدة مستنية تعرف ان فيه ناس قاعدة مستنية حاجة هم مش عارفين ايه هي؟ مثلا يقولك لما حاجة تحصل لما حد يساعدني لما الظروف تتحسن لما الوقت يكون مناسب لما يحصل مش عارف ايه وبقاله كتير قاوي مستني مستني بسبب ايه؟ حاجة من الاتنين يا مستني وقت مناسب يا متردد وفي الاتنين انت قاعد منتظر وتلاقي الناس المنتظرة دول اكتر ناس عليهم استرس ومضغوطين لانه شايف انه حياته مش بايده مش هو اللي سايق ظروف هي اللي سايقة اشخاص اخرين هم اللي سايقين حد تاني هو المتحكم في حياته عشان كده بمنتهى البساطة جدا كل اللي حايز اوصله لك يا عمي انت الوحيد المسؤول عن حياتك فما تستناش وما تترددش وما تاخدش الدنيا بفكرة ان انت قاعد مستني عارف دي؟ لان اللي قدامك ده كان ابسط مما تتخيل من 11 سنة بس بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بسبب قرار القرار ده اخدته في 2010 ان انا ابدأ الشغل ده كان كل اتنوح ان انا اعمل 200 دولار جنب مرتب الصيدلية اشتغلت واخدت القرار ان انا ابدأ وعملت 200 دولار واولا اعملت 200 دولار قلت اعمل كمان 200 عملت 200 طب اعمل 400 طب اعمل 600 طب اعمل 1000 وبدأت الدنيا تزيد النهاردة بقى بيشتغل معايا من اكتر الناس اللي بتعمل دخل شباب في الوطن العربي شباب يا جماعة عشرات من الناس بتعمل دخلي من 20 ل 50 ألف دولار من الشغل بتاعنا ناس يا جماعة مئات من البشر بيعملوا من 5000 ل 10 000 دولار في الشغل بتاعنا آلاف مؤلفة من البشر بيعملوا من 1000 ل 5000 دولار وعشرات الآلاف بيعملوا تحت ال 1000 دولار شهريا الناس دي بدأت معايا الشغل اه بعد توفيق ربنا سيبك من اسلام كمية الناس الليدرز والقادة اللي بدأوا معانا الشغل ده هم ما كانوا ولا حاجة زيه والنهار ده بقوا من أكبر رجال الأعمال في حاجة اسمها الانتربرنيرشب أو ريادة الأعمال والعمل عبر الإنترنت وهي ده الفكرة عشان كده ببنتها البساطة جدا فعل نفس الأفعال بيؤدي على نفس النتيجة وفعل أفعال مختلفة بيؤدي إلى نتيجة مختلفة كل اللي عليك هو حاجة واحدة إنك تأخذ قرار وافهم إن قراراتك واختياراتك دايماً هي اللي بتحدد مصيرك اللي انت فيه النهار ده بسبب قرارات واختيارات الماضي واللي هتكون فيه بكرة بسبب قرارات واختيارات المستقبل عشان كده بمنتهى البساطة جداً محتاج تاخد قرار عشان تحدد مصير بكرة عامل إزاي وكل اللي عليك إنك تأخذ قرار قرار عشان تكون ويكون لك اتنين في المية من المبيعات العالمية بتاعة شركة جناس اتنين إنك تكون من الناس اللي هتسافر معنا إيطاليا زي ما فيه ناس كتيرة جداً سافرت معنا إيطاليا أو سوريا هتسافر معنا إيطاليا رقم ثلاثة والأخيرة تكون من الناس هتشتغل ست ساعات كل يوم هتعمل عشر تلاف دولار هتشتغل ثلاث ساعات هتعمل دخل بس ست ساعات كل يوم لمدة 14 يوم هتكون من الناس اللي هتعمل عشر تلاف دولار إن شاء الله بس كل عليك إنك تاخد قرار بعد ما فهمت كل حاجة بحاجة من الانتين إنك تروح للشخص اللي دعاك تقول له أنا متشكر جداً إنك عرضت على الموضوع ده ولا تقول الحتة الجاية دي معلش قول له الرجل بوتشير طبيب دا كان رجل عالمي دي نقطة مهمة اقع اقع ما تقولوش كده عايز عم منك اقع ما تقولوش كده عشان ما زعلش منك وقول له أنا هبدأ معاك في خلال 48 ساعة اللي جايين دول وهبدأ معاك باقة الفاوندر وهشتغل معاك عشان أسافر إيطاليا وستة ساعات دول اعتبرهم مضمونين ده النوع الأول النوع التاني أو القرار التاني تروح للشخص اللي دعاك تقول له أنا متشكر جداً إنك عرضت على الموضوع ده وبرضو الرجل اللي متشير طبيع دعاك تنساه لو سمعت كان رجل عالمي وتقول له بص 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 أنا محتاج أعد النهاردة أو بكرة بالكتير ما حد فاهم الدنيا عشان يجاوب لي على شوية أسئلة عشان ألحق الثمانية واربعين ساعة والاثنين وسبعين ساعة الجايين دول علشان أبدأ معاكم بالفاوندر وسافر معاكم إيطاليا واشتغل معاكم ست ساعات عشان أقدر أعمل عشر تلاف دولار وتكون من الناس اللي بإذن الله بإذن الله بإذن الله هتقدر بسبب القرار ده تكتشف بعد فترة إن ده يمكن يكون أصح قرار أخدته في حياتك بس افتكر إن فعل نفس الأفعال بيؤدي إلى نفس النتيجة وفعل أفعال مختلفة هو الطريق الوحيد للوصول النتيجة مختلفة طبعا تفضل قاعد مستني بغاية ما الدنيا تتحسن ولا الظروف تتزبط ولا الدنيا تتزبط بمنتهى البساطة جدا محتاج تاخد أكشن وتاخد قرار وتسوق إنت حياتك وما تستناش حد يسوقها لك ولا الظروف تكون هي السبب في إن دنيتك تختلف ربنا يكرمكم بتمنى لحضراتكم جميعا كل التوفيق والنجاح والخير إن شاء الله بإذن الله ونبدأ مع بعض رحلة تكون سبب على توفيق ربنا في تجاهل حياتنا كلنا بالكامل ربنا يكرمكم وبتمنى لكم التوفيق والخير شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته